أنا كلمتي هتكون مفتصنة أنا زي ما وعدت هنتهي خلال سبع إلى ثمان دقائق كلمتي عنوانها القيامة والتجديد الروحي وأنا أرجو بعد الكلمة نبقى في أماكننا لأن في مجموعة كبيرة مرتبطين بموعد آخر فما نخرجش الغاية ما السادة الوزراء والضيوف والكبار المسؤولين يخرجوا وبعد كده حضرتكم تخرجوا بقول ده كل سنة وما فيش فايدة برد القيامة والتجديد الروحي نفرح اليوم إذ نحتفل بقيامة السيد المسيح وننظر إليها كحدث فريد غير مصار التاريخ ونستلهم منها أفكارا خلاقة تجاه حياتنا وكنيستنا ومجتمعنا تدعونا قيامة السيد المسيح إلى عدم الاستسلام وإلى كسر الجمود إلى التطوير والتجديد المستمر لحياتنا وأزهاننا وأفكارنا وروحانياتنا نتجدد ونتغير إلى تلك السورة عينها سورة السيد المسيح فلقد كانت حياته بمثابة سورة ضد جمود وفساد النخبة الدينية ضد المظهرية والروحانية المترهلة والزائفة التي تفصل بين العقيدة والسلوك اهتم السيد المسيح بقضية التجديد الديني وكان في حياته نموزجا فريدا لهذا التجديد فلقد كانت حياته وتعاليمه بمثابة نقلة جديدة وقفزة إلى المستقبل بأسلوب غير مسبوك ولعلى كلماته في إنجيل متأسح 9 وعدد 16 بأنه لا يصلح أن نضع رقعة من قطعة جديدة على ثوب عطيق تلخز هذه الرؤية الثورية للمسيح المبدع والذي جعل من شخصه رجاء جديدا لذا فإن إعادة قراءة الدور التجديدي هي بمثابة شمعة تضيء لنا الظلام لإعادة فهم المسيح المقام سأحاول في هذه الققائق القليلة طراءة الدور التجديدي للسيد المسيح وكيف أعد جماعة التلاميذ للحظة القيامة والتي من خلالها تحولت هذه الجماعة من جماعة يهودية لديها أسئلة متعلقة بهوياتها وثقافاتها إلى جماعة منتصرة غيرت التاريخ البشري كلها أولا التطور التدريجي في إعلان الرسالة التطور التدريجي في إعلان الرسالة استخدم السيد المسيح مفاهيم قائمة في عصره لإعلان رسالته فتحدث كثيرا عن ملكوت السماوات دون شرح موسع إذ قدم فكرة الملكوت بنفس المفهوم السائد في عصره كما تجاوب السيد المسيح مع النظام الديني في عصره متفالعة متفاعلا مع المجمع ومشاركا في الحوارات الدينية لهذا جاءت رسالته في مرحلتها الأولى متجاوبة بشكل كبير مع البيئة التي نشأ فيها أعلن السيد المسيح تدريجيا أن رسالته تتخطى حدود الديانة والقومية اليهودية إلى نطاق العالمية فبعالمية الرسالة أسقط السيد مفاهيم كثير كسائدة كتميز شعب إسرائيل بأنه شعب الله المختار أسقط هذا المعنى أو كارتباط الدين بالقوميات والأنساب إن الانتقال التدريجي في إعلان الرسالة ساعد على نشرها بقوة وثمان دقة المصطلح ودلالة الحدث استخدم السيد المسيح تعبيرات تميزت بدقة المصطلح ودلالة الحدث فمثلاً لم يستخدم المسيح لفظ المسيح لما لها من حساسية سياسية لدى المستعمل الروماني وموقف ديني لدى اليهود استطاع السيد المسيح تجاوز المصطلح في مدلوله العادي واستخدم بدائل تعطي نفس المعنى والدلالة من أجل استمرار رسالته وتحقيق هدفها استخدم السيد المسيح كلمات لها دلالات في الفكر الديني اليهودي ليشير إلى مسيانته إلى مسيانيته دون أن يستخدم تعبير المسيح واحدة من هذه المفردات الهمة هي كلمة راعي حيث أن سمى من سمات الأساسية للمسيح أنه راعي كما استخدم مواقف عملية لتؤكد نفس المعنى مثل الدخول الانتصار إلى أورا شليم كما احتفلنا به الأسبوع الماضي وكذلك تطهير الهيكل كل هذه مواقف عملية بارزة أكدت مسيانيته وسلطانه تحتاج الكنيسة اليوم لإعادة النظر في المفردات التي تستخدمها والمواقف التي تتبنىها كما نحتاج اليوم لمفردات لاهوتية يفهمها الجميع أن تخرج الكنيسة من لغتها الخاصة إلى لغة مفهومة كما أن المواقف التي تتخذها تكون لها دلالة وتأثير ثالثاً تعدد البدائل وقيمة التغيير استخدم السيد المسيح بدائل كثيرة تتجاوز النمازج التقليدية ففي مجال العقيدة قدم نموزجاً يتجاوز جمود الشرائع إلى فاعلية شخصه وقوته إذ قال ما جئت لأنقذ بل لأكمل في مجال التقوص الدينية أعلن عن تحول جزري يعترف بالقديم لكنه لا يقف عنده وهنا نرى قيمة التغيير فالنظام اليهودي تم تأسيس على الشريع وتقوصها وعد دوره التاريخ في حياة البشرية أما النظام الجديد فهو مؤسس على فاعلية شخص بسيح وديناميكيته في الأحداث والزمن إذ أنه مؤسس على الإنسان وأهميته السبت إنما جُعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت فكل الشرائع والتقوص هي لخير الإنسان لقد صارح السيد بدائل عديدة تشمل التوبة الصادقة والاهتمام بالقريب وعمل الرحمة وقبول الآخر وكلها بدائل تتجاوز تقليدية النموس وتقصيته إلى عقل حر متجدد يتعامل مع الله والآخرين سماحة النص وجمود التفسير سماحة النص وجمود التفسير برغم من مرور ما يزيد عن أشرين قرن من الزمان على حياة السيد المسيح إلى أن الإنسان لا يستطيع أن ينكر أن الطريقة الإبداعية التي تعامل بها السيد المسيح مع النص الديني والمؤسسة الدينية في عصره لا يمكن إعادة إنتاجها اليوم فمع أن النص الديني يتميز بالسماحة ويمكن قراءته من عدة زوايا فلقد أنتج الكتبة والفرسيين تفسيراً جامداً متصلباً وفي بعض المرات أصبح التفسير أكثر قداسةً من النص المقدس ذاته حاول بعض المفسرين أن يتوحدوا مع النص الديني ويجعلوا من قراءتهم للنص ما يشبه وحياً جديداً فعقدوا الحياة الروحية للناس تحتاج الكنيسة اليوم إلى مواجهة أي فئة تضع تفسيرها في مكان أعلى من النص المقدس كما تحتاج أيضاً لمواجهة أصحاب القراءة الوحيدة للنص الديني أخيراً القيامة وإعادة صياغة رؤية الجماعة وهدفها القيامة إذن طاقت نور استطاع التلاميذ والجماعة الأولى من خلالها العودة لقراءة حياة المسيح وفهم تعاليمه والإدراك الجديد لرؤيته فقد غيرت القيامة حياة هذه الجماعة تغييراً جزرياً والكنيسة اليوم تحتاج أن تعيش بروح القيامة فتعيد قراءة حياة سيدها وفهم رسالته بعمق جديد فالتطور التدريجي لإعلان الرسالة كان رفقاً بسامعيه لينقلهم من أرض جامدة متحجرة إلى فاعلية جديدة هو بشخصه أساس تفاعلاتها حرسه في استخدام مصطلحات تحمل المعنى العميق لرسالته دون الصدام أو التهور لعبت دوراً كبيراً في وصول رسالته للجميع قدرته في تقديم بداء الجديدة فتحت آفاقاً جديدة ومساحات غير تقليدية أمام تابعيه تدعون القيامة إلى فعل التوبة فحديث السيد المسيح للملكوت ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوبة فالتوبة انكسار أمام الله وتغيير في الاتجاه ورفض للخطيئة التوبة تعني قيامة من الموت فالخطيئة موت والاستمرار في الخطيئة يفصلنا عن الله إن رسالة السيد المسيح في جوهرها كانت ببساطة شديدة الدعوة إلى الحرية من الموت ولقد واجه بنفسه الموت ولكنه هذم الموت بالموت والقيامة وهذا هو جوهر رسالته الحياة 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 واليوم ونحن ننتظر إليه ونحن ننظر إليه نتطلع بشوق إلى هذه الحرية حرية الأعماق حرية التجديد هذه الحرية الروحية هي جوهر القيامة كان الموت قوة فاصلة بيننا وبين الله وتأتي قيامة المسيح جسراً جديداً يربطنا بالأبدية هذا التأثير الغاني للقيامة لا يمكن حصره لذا فإني أصلي أن تعيش الكنيسة حياة القيامة التي تربط العقيدة بالفعل وتؤمن بهزيمة الموت وتسق في سيدها وصلي أن تغيرنا القيامة إذ نراها بعيون فاحصة متأملة في معانيها وتقيمنا من قبور الجمود ورفض التجديد وتطلقنا لمفاهيم أعمق تجاه مقاصد الله الجليل لحياتنا ورسالتنا تجاه كنائسنا ومجتمعاتنا تنفتح حيوننا لنرى نور الحياة في ظل الخير والمحبة والسلام أتطلع إلى كنيسة وهي تنتقل من مفهوم البقاء إلى مفهوم الانتصار وإلى بلادي وهي تنطلق في رحلة التجديد من خلال العمل والوعي والجهد الشاق والرغبة في العبور إلى المستقبل والحرص على سلامة المجتمع وذلك في إطار منظومة القيم الإنسانية المبدعة كل عام وحضراتكم بخير شكرا